الآن هناك تقديرات نحن جماعة صار عندنا خبرة يعني نحن نعلم كم تساوي قيمة اللوحة في الشارع نحن نعلم كم يكلف المقر الانتخابي نحن نعرف كم صرف هذا الناخب تقديرا هذا المرشح تقديرا لما هو أمام عيوننا يعني هو يستخدم المال لغيات الدعاية الانتخابية نعم أو القائمة تستخدم هذا المال لغيات الدعاية الانتخابية تمام طيب هي الدعاية الانتخابية مش معروفة الأسعار هذا إذا كان يريد أن يتجاوز السقف أو يريد أن يتحيل على القانون القانون أعطاه سقف معين أو النظام التعليمات التنفيذية أعطته سقف معين يمكنه أن يتجاوز بطرق مختلفة لكن أيضا نحن نستطيع أن نراقب هذا الصرف من خلال البنك لأن هذا ليس حسابا سريا هذا حساب مفتوح نستطيع أن نطلب من البنك تقرير مالي ونأخذ هذا التقرير ونراقب الصرف المالي وحتى ما يدخل وما يخرج من هذا الحساب هذا حساب معلن معلن طبعا لهيئة المستقلة للانتخاب ولا للقائمة أمر آخر المبلغ الذي يزيد عن 500 دينار يصرف بموجب شك أو حوالة مالية لذلك يسهل علينا مراقبة المبالغ الكبيرة المبالغ الصغيرة يمكن أن تكون هناك بعض التهريبات قد يكون ذلك لكن هذا أمر مستحيل مراقبة بنسبة 100% التهريبات التي ليس نقدية يعني ممكن أنه عن طريق الجمعيات الخيرية يتوجه المرشح يأخذ قائمة بأسماء الأرامل هذا أصبح مال أسود هذا ليس إنفاقا مشروعا الآن هذا بيروح على المادة 59 من القانون بس هذا التفاف على القانون ورح يعتبروا أنه هذا مش مال أسود التفاف على القانون ما في طريقة يتلفها على القانون يعني المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانية هل تجرم لا تجرم إذا كانت الغاية منها ليش ما أجل غير اليوم يساعد الأرامل والفقراء والمساكين ليش ما ساعدهم قبل الانتخابات بسبعة شهر مثلا ليش ما بساعدهم بعد الانتخابات نحن أوقفنا مشاريع مشاريع كانت لمناطق لأن نوابا ادعوا أنهم وراء هذه المشاريع أوقفناها نحن الهيئة المستقل الانتخاب بالتنسيق مع الحكومة ومع مؤسسات الدولة المتعاونة وأوقفنا مشاريع لمجرد شبهة أنها تستخدم لغايات الترويج لهذا النائب أو لغيره وهو نائب مترشح طبعا يعني ليس بنائب أصبح الآن أصبحوا كلهم سابقين طيب سيد جهاد المواطنون دايما قلقون بموعد الانتخابات يعني إذا تفاقم الوضع الصحي شو خطتكم لذلك؟ نحن وضعنا خطة في حال تفاقم الوضع الصحي يعني الخطة التي وضعتها الهيئة والتعليمات التنفيذية هي تعليمات تنفيذية استثمائية عمليا هي خطة طوارئ يعني نحن نجري الانتخابات في ظل جائحة لكن لنفترض أن هذه الجائحات يعني تفشت بصورة يصعب معها إجراء الانتخابات شو رح يصير؟ عند إذن نحن كهيئة مستقل الانتخابات أمامنا خياران إما أن نغير موعد الانتخابات وهذا من صلاحياتنا وإما نترك الأمر لصاحب الأمر جلال سيدنا هو الذي يؤجل الانتخابات لكن دائما وأبدا نحن جزء من الدولة الأردنية سلامة صحة المواطن هي أولويتنا ليس الانتخابات بالمناسبة يعني نحن صحيح الجهة التي تدير وتشرف على الانتخابات لكن سلامة المواطن الأردنية أهم الانتخابات فإذا كان حياة المواطنين سوف يتهدد هذا الفيروس وتصبح الانتخابات بؤرة لا سمح الله لانتشار الوباء معنى هذا الكلام أنه إحنا منفضل أن نحافظ على سلامة وصحة المواطنين على أن نذهب إلى خيار أصعب وهو إجراء الانتخابات في ظل حظر شامل لا سمح الله لن يكون هناك انتخابات لكن إذا تفشت الكورونا في المجتمع وفي الدولة بشكل عام وأصبحت تهدد حياة الناس سيكون هناك قرار للدولة ككل ليس قرار الهيئة المستقل الانتخاب